اشتركوا في القناة في القضية الرؤى والاحلام اني ارى انني دخلت الجنة او انني ارى شخص اعرفه يدخل الجنة او ارى شيئا من ثمار الجنة او انني اجلس على ارض الجنة دي بعض الرؤى اللي هنتكلم عنها النهاردة فاول رؤية معنا وهي رؤية الشخص انه دخل الجنة مجرد انك تشوف نفسك في المنام ان انت دخلت الجنة هذه الرؤية تدل على السعادة الغامرة التي سوف تحدث لك في المستقبل ان شاء الله تبارك وتعالى اما الرؤية يعني سبحان الله العظيم اني اول مرة انني اجد ان رؤية الجنة تدل على الوفاة احيانا وهي رؤية دخول الجنة والاستقرار فيها ان انت دخلت الجنة وعيشت فيها مش مجرد الدخول هذه الرؤية تدل على قرب الوفاة وبالمناسبة محدش يزعل لان الرؤية دي معناها حسن خاتمة هي قرب وفاءة لكن تدل على حسن الخاتمة ما احنا كده كده ميتين لكن لما شوف رؤية جميلة تبشرني بان خاتمتي ستكون جميلة استبشر بها اما رؤية شخص تعرفه يدخل الجنة هنا بنسأل هذا الشخص الذي تعرفه الذي رأيته وهو يدخل الجنة هل هو عاصي ام شخص مطيع مؤدل لفرائد الله سبحانه وتعالى لو كان الشخص ده عاصي فهذه الرؤية جميلة تدل على توبته وتدل على حسن خاتمته ان شاء الله تبارك تعالى اما لو كان مطيعا شخص انت عارف انه هو مش مقصر في الفرائد ووالى اخره فهذه الرؤية تبشره بالسعادة هو تبشره انت تذهب وتبشره بالسعادة رؤية الجنة للمكروب فرج وللمسجون خروج وللمريض شفاء ان شاء الله تبارك تعالى اما رؤية الجنة وكنت سعيدا في الرؤية هذه الرؤية تدل على منصب كبير سوف تتقلد ان شاء الله اما رؤية شجرة من اشجار الجنة هذه الرؤية تدل على تحسن الامور المادية اموال كثيرة ستأتيك ان شاء الله تبارك تعالى اما رؤية الجلوس على ارض الجنة هذه الرؤية تدل على الزوجة الصالحة والزوجة لو شافت الرؤية برضو تبشرها بان زوجها زوج صالح رؤية اعطاء شخص شيئا من ثمار الجنة وكأنك قطفت من ثمار الجنة واعطيتها لانسان هذه الرؤية تدل على المال الكثير الذي سوف يأتيك ان شاء الله اما رؤية الشرب من ماء الجنة مثلا من ماء الكوثر هذه الرؤية تدل على صفات جميلة في الرأي طهارة القلب ونقاء الروح وطاعته وقربه الى الله سبحانه وتعالى اما رؤية المنع من دخول الجنة هذه الرؤية للأسف الشديد تدل على ان الرأي عند ذنوب ومش دي المشكلة المشكلة انه مصر على هذه الذنوب وعلى فعل هذه الذنوب رؤية باب الجنة مغلق هذه الرؤية تدل على موت احد الولدين زي ما بنسمع كده مقولة هي مش حديثة على فكرة ان الجنة تحت اقدام الامهات هي بالفعل الجنة طريقها من طريق الاب والام لكن ده حديث الرسول قاله لا ما قالوش لكن المعنى صحيح المعنى صحيح فالنهاردة انت لما تشوف باب الجنة مغلق اعرف ان دي تدل على قرب وفاة احد الولدين انتظرونا في اللقاءات القديمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته